الجامعة اللي تطلع عندنا للندية هذه الحوكمة والكفاءة المالية تجيكم تخصكم ولا هذا شأن داخلي لا هذا شأن داخلي ويعني بس مبادرة أكثر من رائعة صراحة يعني حلو أنك تربط الدعم بمعايير وممكن المسؤول عن الحوكمة المالية وعضو في الاتحاد الأستاذ عبد الله كبوها ويمكن يعني عبد الله بدأ في ناد الاتحاد وكان في تواصل لما كنا نزور واحد كان من الشباب اللي يعني اللي لو طلعه ممكن أنا أتوقع يقدر يوصل أي مكان لكن الحمد لله الآن هو موجود عضو في اتحاد السعودي نعم أيضا النظرة الثانية أنه الرعاة يعني اليابانيين قاعدين يدعمون الاتحاد مثلا لاسيو يدعمون الكوريين عندهم اعلانات في الملاعب القطرين عندهم اعلانات الامراطين عندهم اعلانات تبغى يصير لك حضور حط اعلاناتك على الاتحاد الاسيوي وتسوي يفرق هذا الأمر؟ لا أعتقد هذه الشركات تفكر بشكل أسمى يعني الاتحاد الياباني على سبيل المثال يرسل المدربين لكل دول يعني لكل دول المنطقة لأنه يبغي يطور كرة القدم لأنه يعرف إذا طور كرة القدم بالمنطقة بحواليه يكون في تطوير في اليابان تطور الاقتصاد في هذه البلدان فهما هدفهم أسمى وأكبر يعني الهدف أسمى وأكبر أن هذا الاتحاد الآسي هو مسؤول عن جميع الاتحادات الموجودة في المنطقة فواجب عليهم وأنه يدعمون هذه الاتحادات وفي شركات كبيرة حابة تربط اسمها في الاتحاد الدولي مثلا كوكوكولا مثلا في اتحادات حابة تربط اسمها في الاتحاد الآسي مسألة أنه تقدم رعايته كده علشان فقط أهداف سياسي هذا ممكن بشكل بسيط لكن أنا أعتقد الهداف أسمى وأكبر على مستوى القيادات أول شيء إيش اللي قدموا لك وزارة الرياضة اتحاد قدم رابطة دوري محترفين أيا كان المسمى المهم منها سعودي حتى تصل إلى المكان والمكانة اللي موجودة اليوم والله أنا يمكن ذكرت أول شيء يعني في الدراسة في الرابطة الدوري المحترفين والدعم اللي صار لي يعني الجميع يعرف أنه أنا مستقل يعني أنا موظف فيفا موظف اتحاد الآسي وليس موظف اتحاد سعودي ولكن في دعم في دعم لهذه القيادات الموجودة في دعم يعني معنوي كبير يعني أنا أتذكر كنت في زيارة للوزير الرياضة الأمير أدريزي بن ترك الفيصل بداية تقريبا في 2018 هو يعني كان يشاركني الأهداف اللي بغى تحقيقها الوزارة وأنه واحدة من هذا شيء أنه التمثيل الخارجي وأنه نبغى نشوف أكثر أكثر من ممثل سعودي موجودين في ليش ما عندنا أكثر والله إن شاء الله يعني أنا أنا يعني الآن مثلا في ممثلين في موظفين ممكن موجودين فقط اللي هو عصام السحباني في الاتحاد الدولي وأحمد العصيمي في الاتحاد الآسيو ممكن الصعوبات صراحة ممكن إحنا مقصرين يعني من الجهتنا أنه ما وضحنا هذا الصورة للشباب اللي يرغبون هل هي من مناطب بالدولة بأجهزة الدولة أنها تدعم ولا بالشخص يعني أنت اليوم كان معك بكالاريوس هندسة وبعدين أخذت الماجستير فأنت روحت ليفربولك ولا لنبور والله شوف والدبي صح نعم الدولة تعطيك يعني الدعم وكل شيء ولكن في الأخير إمكانياتك لا أنت لازم يعني أنت لازم تبادر بالضبط يعني أنت لازم تبادر إذا ما كانت عندك هذه المبادرة زي الاحتراف الخارجي احتراف اللاعب الخارجي بالضبط يعني إذا أنت ما عندك مبادرة وتروح يكون عندك شجاعة وتصبر وتتحمل فصعب جدا ولكن فيه يعني أنا أعتقد الآن مثلا برنامج أو مركز الإعداد القادة يعني جارس يقدم دعم كبير لكل يعني برامج التدريبية اللي فيه يعني المذكرات تفهم مع أفضل جامعات في العالم حتى مع الاتحادات الاتحاد الأوروبي الفيفا ففيه دعم ولكن لا بد من مبادرات يعني مبادرات شخصية هل يفرق لما يكون الموظف في الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي سعودي في عملية إدارة الملفات السعودية يعني نحن دائما نقول نبغى ممثل لنا يساعدنا يحرك الأوراق اللي لنا أبو أبو نورة فيه فرق بين العضو والموظف أنت موظف مستقل لكن عضا فيه أعضاء وصراحة أن العضو لما يكون في اتحاد آسي أو اتحاد دولي أنا من وجهة نظري أنه يكون عنده يعني أول شيء يشوف الصورة الكاملة من الكرة الآسيوية مثلا بعدين يشوف الصورة بشكل أقل أو أبسط للمنطقة اللي هو موجود منها بعدين أبسط للبلد اللي هو موجود منه لأنه لو كان كل واحد يتكلم بس من وجهة نظر البلد اللي يجي منها يعني أنت عندك 46 اتحاد و47 اتحاد فما رح توصل للهدف الأسمى هو تطوير كرة القدم فالأعضاء وجدوا لتبادل الأفكار لتبادل الخبرات ففي فرق بينك تكون عضو وإنك تكون لا خلينا أبو عالي فعلي سمك جزئية استكمال السؤال معنا ما جاء دوري على قولتك يعني ليش دائما هاجسنا وكلام أو النقاد والإعلاميين يقولك والله ما عندنا مثلين في اتحاد الآسيو ما عندنا في الفيفا صوتنا ضعيف أنت عملت كموظف هل فعلا غائب الصوت السعودي ما أعتقد لا حضور يعني آسيوية أكيد أنا ما أعتقد أنه غائب الصوت السعودي أبدا وراء راح يغيب هل هو مؤثر يعني كمعايش أنت تتكلم عن مؤسسة يعني مؤسسة فيها مكتب تنفيذي مؤسسة فيها كونغرس تمام يعني الكونغرس هذا يقدم 46 اتحاد هو ما يقدم اتحاد واحد ولكن التنتير السعودي موجود موجود في المكتب التنفيذي موجود في اللجان موجود في الفيفا أيضا لماذا أننا عاطفين يقول ما في تأثير صوت السعودي ما يوصل والله أكيد أننا نحب البلد نحب أن ندام نكون في المقدمة يعني لكن بالعكس يعني في دول في آسيا لا ثقلة يعني الاتحاد السعودي واحد من هذه الاتحادات مثلا في المنطقة اتحاد السعودي اتحاد الاماراتي الاتحاد czegoطرية الاعتحادات الباقي الاتحاد الياباني الاتحاد الكوري هذه اتحادات الثقيرة زي الاتحادات الموجودة في الفيفا مثلا الاتحاد الالماني الاتحاد الايطالي يعني ولكننحن ممكن حبهم في هذا البلد دائما نقول أننا ما عندنا صحيح csocs